أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمعنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعدنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لإن أقبتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقربتموا الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخبر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعذا أولئك أن يكونوا من المفتدين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالبعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وأقيم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذعبنا السيئات ذلك ذكرى للساكرين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أخبتا قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا فيع فيه ولا خلال ربنا إني أذكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب جعلني مقيم الصلاة رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا واتخف الدعاء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محفودا وكذلك جعلناكم أمتا وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لا إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجعر بخلاتك ولا تخافف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وجعلني مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقاب الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمشي بالصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون الذين إن مكناهم في الأرض أقابوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وثماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النار فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحفظوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون رجال لا تلئيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتام الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والخير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أدل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين يا بني أقم الصلاة واثر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما تنذر الذين يخشون ربا بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيتي يرجون تجارة لن تبوه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسته الشر جزوعا وإذا مسته الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم تائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروف قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لغدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إنا أعطيناك الكوتر تصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا مريم قنتي لربك واسجدي وامكعي مع الراكعين التائفون العابدون الحافدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآبرون بالمعروف وانحرناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ومن تداهود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وإذا مس الإنسان اضطر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان اضطر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر ومر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يَا أَيُّهَا الْمُسْتَمِّلْ قُبِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِسْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِهِ أَشَدْتُ وَطُعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه متاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم بقى وآخرون يطربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله فرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما أساهم رفهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ويخرون للأسقان يبكون ويزيدهم خشوعا يومئذ يتبعون التاعي لاع وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير خشع أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون خاشعة أبصارهم ترأقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ثالمون وقالوا اتقد الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومريم ابنة عمران التي أحطنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها مثلا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون واذكر اسم ربك بكرة وأخيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا الصابرين والصادقين والقادثين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاء يا انا يا انا يا افكار لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة